يعني إلى الآن هناك بوادر أن الأيام القليلة القادمة إن لم تكن الليلة أيضا وحسب المعلومات يتوقع أن تكون خلال 72 ساعة أن يكون هناك هجوما إسرائيليا على إيران لكن في خضم هذه الأخبار والمعلومات لا نسأل هناك جهود وضغوط دبلوماسية تبدو لبعض الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية نفسها لأنها أي هجوم إسرائيلي على إيران ومن ثم رد إيراني على إسرائيل يمكن أن تدخل المنطقة كل هذه إلى معمى أو خرب شاملة لا يريدها الجميع يعني حتى يمكن إسرائيل أو إيران كطرفي صراع مثلا لكن الولايات المتحدة تجد نفسها تتضرر وتنحرش إذا ما تحول الصراع إلى نوع من التصعيد العسكري الخارج عن الإيرادة إلى الآن حتى إيران ومن خلال خطبة الجمعة التي يلقاها مرشد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامن أي يبدو أنها تريد أن تلعب مع إسرائيل بطريقة غير مباشرة عن طريق الفصائل الموجودة ويمكن أنها سمحت حتى يعني للفصائل بالتحرك سواء في العراق أو اليمن أو لبنان واستمرار المعارك بين حزب الله والجيش الإسرائيلي يعطينا مؤشر بأن هناك فعلا لا تزال هناك صراء غير مباشر في هذه المرحلة أنا أتصور أن الوساطات والتي رأيناها الوساطة القطرية بالتحديد مع وجود وزير رئيس الجمهورية الإيرانية في الدوحة ووزير الخارجية ولقاء حتى الرئيس الإيراني مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية كل هذه المرحلة ومنها زيارة وزير الخارجية الإيراني المعلن العلني بطائرة مدنية إلى بيروت ومن ثم إلى سوريا هناك جهود دبلوماسية يمكن أن تكون غير قوية أو غير مثلا مؤثرة إلى شكل كبير يمنع أو ينهي جميع هذه الصراعات أو التصعيدات الموجودة لكن يمكن أن يؤجل موضوع الضربة والضربة يعني هذه الجهود الدبلوماسية التي تتحدث عنها هي فقط ستؤجل الرد ولكن لن تمنعها أكيد لكن مع موجود الوقت مع استمرار عدم الرد الإسرائيلي على إيران بعد الهجمات الصاروحية الإيرانية يمكن أن نعطينا أن ندخل مرحلة من الاستنزاف بين إسرائيل والفصائل التي هي مثلا وكلاء إيران في المنطقة لكن أيضا لا ننسى أن هناك ضغط داخل إسرائيلي كبير على حكومة نتنياهو بأن تقوم إسرائيل بالرد كيف يكون الرد هناك كما نعلم ضغط أمريكي من أن يكون الرد محدود وأن لا يؤدي هذا الرد إلى رد إيراني أو نشوب حرب كبيرة أو حرب شاملة في المنطقة إسرائيل تطمح إلى ضرب البنية الأساسية لإيران لا سيما العسكرية والنووية في حال هاجمت إسرائيل كل هذه المواقع المهمة لإيران ما هي المواقع المهمة؟ يعني في حال وجهت إسرائيل ضربات لإيران ما هي المواقع المتوقع أن تستهدفها إسرائيل؟ أكيد هي المواقع النووية في الدرجة الأولى تريد إسرائيل أن تشل الطاقة النووية أو المساعي الإيرانية من أجل الحصول على الطاقة النووية والقنبلة النووية أنا أتصور أن هذا هو الهدف الأول لإسرائيل ومن ثم المشآت العسكرية الأخرى لدى إيران مشآت عسكرية كبيرة وموزعة في مناطق كثيرة داخل إيران أيضا موضوع الطاقة وموضوع النفط والغاس وهذا طبعا الذي يقلق الجانب الأمريكي والأوروبي باعتبار أن أي ضربة من هذا النوع لمصادر الطاقة أو للطاقة الإيرانية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سعر النفط العالمي إلى مدايات ستؤثر سلبا على الدول المستهلكة للنفط ومن الولايات المتحدة وأوروبا ونحن على أبواب قصد الشيطان